موسيقى موسيقى التحليلية من الميادين عشرات الشهداء جلهم من المدنيين في هجوم لداعش هو الثاني خلال عشرة أيام موسيقى كيف أثر نقل مسلحين من سجون قصد إلى البادية السورية في عودة نشاط التنظيم بعد مقتل ستة في ميسيسيبي بايدن يدعو النواب إلى مواجهة وباء العنف أكثر من سبعين حادثة إطلاق نار منذ بداية العام لماذا ينجح الكونغرس اليوم حيث عجز في زمن الأغلبية الديمقراطية؟ المكعب الجديد مشروع معمري جديد في قلبي العاصمة الرياض مشروع داونتاون الرياض هل هو محاكاة محسوبة لبيت الله الحرام في الشكل والاسم؟ في وثيقة اليوم إعانات ضريبية وحواجز وإجازة أمومة طويلة هل تنجح مقترحات مركزي والصيني في مواجهة تحدي التحول الديمغرافي؟ في قضية اليوم وزير الخارجية الهندي يؤكد أن زمن المساواة بين التغريب والحداثة قد ول إلى غير رجعة أي تغيرات عالمية دفعت باتجاه تعزيز الفصل بين التغريب كممارسة استعمارية؟ والحداثة كحاجة معرفية؟ سبعة وخمسون شخصا جلهم من المزارعين استشهدوا في هجوم دموي شنه داعش في بادية تدمر وإذا كان التنظيم يستغل فوضى الزلزال لاستعادة نشاطه ثمت أسئلة كثيرة أخرى تطرح في المكان والأهداف فلماذا البادية السورية؟ ولماذا الهجوم على المدنيين؟ وأي علاقة لتصاعد الهجمات الإرهابية بنقل مسلحين من سجون قصد؟ ربما لم تعرف الفتاة التي نسمع صوتها في هذا الفيديو أنها توثق اللحظات الأخيرة لهجوم داعش الذي قتل فيه سبعة وخمسون مواطنا بينهم سبعة عسكريين من قوى الأمن الداخلي خلال جمعهم فطر الكمائي في بادية تدمر سيارتين هم يتواصلوا يمشوا بين الناس ويخبصوا أسلحة ثقيلة وخفيفة رشاشات بواريد حتى هيك حتى يجي الجيش وخلص بات الكمائي من الدين فيديو آخر يظهر مجموعات تهرب من عناصر داعش قبل عشرة أيام في المنطقة نفسها قبل أن يتمكن التنظيم من قتل عشرة منهم الواضح أن غاية التنظيم هي إيقاع أكبر عدد من الضحايا واستعادة صورته الدموية وربما أيضا بحسب ما قاله الأهالي للميادين أن التنظيم يريد فرض أتاوة على جامعي الكمائي لإيجاد مصدر جديد للتمويل بعد أن وصل سعر الكيلو الواحد من هذه المادة إلى ما يقارب أربعين دولارا وتقول مصادر عسكرية للميادين أن التنظيم عاد ينشط في هذه المنطقة على بعد بضعة كيلومترات من المنطقة 55 في محيط قاعدة التنث بعد نقل العديد من عناصر التنظيم من سجون قصد إلى محيط القاعدة وإعادة إطلاقهم في البادية لإشغال الجيش السوري ميدانيا ولتهديد الطرق البرية الرئيسية بين الحدود العراقية والأراضي السورية عودة القواعد الأمريكية إلى مدينة الرقة والتعزيزات المتواصلة للقواعد في الحسك ودير الزور وصولا إلى التنث تعكس سعي الأمريكيين لإرباك المشهد السوري وخلط الأوراق فيه مجددا في ظل استمرار الجود الروسي الإيراني المشترك لإنجاز تقارب سوري تركي بحثا عن مصالحة دائمة بين الدولتين الجارتين وهو ما لا تريده واشنطن ولا حليفتها قصد التي ستدفع الثمن الأكبر لهذا التقارب هجوم داعش الذي يقع في سياق التصعيد الجديد للتنظيم يستهدف قبل كل شيء ضرب الاستقرار في منطقة فقد فيها معاقله منذ أعوام مستفيدا من تقاطع مصالحه مع مصالح الاحتلال الأمريكي وانشغال دماشق بتداعيات كارثة الزلزال ديما ناصيف دماشق الميادين إذن مديرة مكتب الميادين في دماشق ديما ناصيف لماذا عاد نشاط داعش في البادية السورية؟ هناك عدة عوامل يستغلها داعش في هذه اللحظة تحديدا بداية بأن هناك أعداد كبيرة كما كانت تتحدث التقارير الاستخبارية عن نقل مجموعات من عناصر هذا التنظيم من سجون قصد باتجاه قاعدة أبتنف طبعا ليس ضمن القاعدة وإنما في المحيط في منطقة 55 كم في محيط القاعدة وهذه التقارير تحدثت عنها مصادر كثيرة سورية ومصادر من الحلفاء أيضا وكان ينشط التنظيم بشكل أن يقوم بعمليات خاطفة على حافلات مبيت للجيش السوري ولعناصر الجيش السوري خلال تنقلهم على الطريق الواصل بين الحدود العراقية والبادية السورية وصولا إلى غرب سوريا وبالتالي هناك نشاط كان قائما لهذا التنظيم ولكن اللافت هذه المرة بأن هذه الضربة قام بها باتجاه مدنيين واستشهد فيها 57 مدنيا وبينهم 7 عسكريين طبعا وأيضا في المرة الماضية كان هناك 10 شهداء وبالتالي هذه معطيات جديدة يحاول التنظيم تكريسها في هذه المنطقة أولا البادية السورية هي منطقة مفتوحة يستطيع التنظيم أن يقوم بهذه العمليات الخاطفة ومن ثم يغيب في عمق هذه الصحراء نحن نتحدث عن مساحات واسعة البادية السورية تقريبا نصف مساحة سوريا 90 ألف كيلومتر مربع وبالتالي يستطيع أن يقوم بهذه العمليات ومن ثم يغيب في المناطق التي تتركز فيها أو تتركز فيها هذه الخلايا إلى جانب كما قال الأهالي وربما يكون هذا أيضا معطى جديد بأنه يحاول أن يبحث عن مصدر تمويل من وراء تجارة الكيمة أو أنه يفرض أتاوى على جامعي الكيمة حتى يدفعون له أو تكون هذه التجارة من خلاله محل الميادين للشؤون العربية والإسلامية ختيبة صالح كيف يمكن الربط بين هذه العملية الإرهابية لتنظيم داعش واستغلال كارثة الزلزال في سوريا وأيضا ماذا لجهة خصوصية هذا المكان المستهدف على اعتبار أنه عقدة مواصلات نعم كل التحية فتون لك والزملاء والمشاهدين بطبيعة الحال يعني إمكانية الربط ليست صعبة كثيرا عودتنا هذا النوع من التنظيمات وبالتحديد تنظيم داعش من خلال خبرتنا التي باتت طويلة اليوم به ومن خلال تجربته تحديدا في الساحتين السورية والعراقية أنه يقتط على الفوضى يتغذى ويستثمر في الأوضاع المتقلبة يستثمر أيضا في حالة عدم الاستقرار إلى حد كبير وهو اليوم على ما يبدو يريد أن يكتب بالدم عودة إعلامية إلى حد كبير يريد أن يستعيد حضوره على الأقل في المشهد الإعلامي داخل السوري عبر الدم وعبر المدنيين في نقطة لافتة كما ذكرت الزميلة ديمة إلى حد كبير هو يعمل في هذه المنطقة في محيط لربما منطقة التنف ولكنها تمتد أيضا في داخل البادية السورية الواسعة والكبيرة هو يحاول أن يقول أيضا أنه سوف يهدد أو يريد أن يهدد أو يرسل هذه الرسالة باتجاه عقدة المواصلات الموجودة هناك حلقة الربط بين الشرق وشمال شرق سوريا وغربها وجنوبها إلى حد كبير في العموم هو تأكيد أيضا على حالة العودة إلى تكتيك المفارز إلى حد كبير المجموعات الصغيرة التي تغيب في الصحراء وتعمل ولكنها استهدفت بالفعل عادة كبيرة من المدنيين اليوم ديمة هل سيتمكن التنظيم من العودة والامساك بمعاقل معينة على الأرض كما فعلها عام 2014 يعني أعتقد أن هذا الأمر صعب للغاية وخاصة في هذه اللحظات التي خسر فيها التنظيم الكثير من المعاقل الأساسية التي استطاع أن يحكمها أيضا بالحديد والنار كما يقال وتمكن من إجبار البيئة التي كانت تتواجد في مناطق سيطرته على قبول وجوده وقبول هذه السيطرة وأيضا طبعا إلى جانب عدة أعوامل يعني لا يمكن للجيش السوري أن يسمح بذلك رغم انشغال ديماشق في كارثة الزلزال لكن ذلك لا يمنع الفتون من تواجد عناصر الجيش السوري وكما شاهدنا وسمعنا من أحد الناجين من هذه المجزرة بأن الجيش السوري الذي استطاع أن يخلص من تبقى أو من استطاع أن يهرب من سكاكين التنظيم في هذا الهجوم إلى جانب طبعا أن هناك دائما مسح لهذه المناطق والتنظيم لن يقوى على القيام بعمليات إلا بهذا الشكل الخاطف والسريع وطبعا عندما يستهدف مدنيين لأن هذه المجموعات تسير مع بعضها في مجموعات كبيرة من أجل البحث عن الكيمة في هذه المنطقة وهذا ما أوقع هذا العدد الهائل من الضحايا هو لا يستطيع اليوم أن يهاجم قرية لا يستطيع أن يهاجم مدينة كما كان يفعل في الماضي على الأقل في الوقت الحاضر ولكنه يحاول أن يقول وأن يتحدث مرة جديدة بأنه لا زال موجودا ولا زال موجودا على هذه الصورة الدموية والبشعة القاتل لاحق ضحاياه من منزل إلى آخر مشهد جديد من العنف يسجل في ولاية ميسيسيبيا الأمريكية وينضم إلى أكثر من سبعين حادث إطلاق نار شهده البلد خلال شهرين وباء العنف كما سماه الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يخفف من وطأته قانون تنظيم حمل السلاح الذي وقع العام الماضي أهي أزمة تشريعات أم أزمة في أجهزة إنفاذ القانون لا تكاد أوراق الظهور المنتشرة في مكان ارتكاب جريمة تذبل حتى توضع الباقات في موقع جريمة جريد هي حال الولايات المتحدة مع تصاعد دوامة العنف وتنام الجرائم بنحو ملحوظ المشهد بات مقلقا جدا 73 حادثة إطلاق نار سجلت في البلاد منذ بداية العام الحالي فقط آخرها في ولاية ميسيسيبي ستة أشخاص قتلوا على يد رجل في العقد الخامس من عمره جرى اعتقاله لاحقا وتيرة متصاعدة تنذر بعام سيء أمنيا كسابقه حيث قتل أكثر من 20800 شخص في أعمال عنف استخدمت فيها الأسلحة النارية بما يشمل القتل والانتحار وفقا لمجموعة أرشيف العنف المسلح هو وباء لم تعد الصلوات تكفي للحد منه يقول الرئيس الأمريكي جو بايدن داعيا الكونغرس إلى اتخاذ خطوات في مواجهة العنف باستخدام السلاح ربما هو إقرار بعدم فعلية قانون فدرالي وقع عليه بايدن نفسه في حزيران يونيو من العام الماضي لتنظيم حمل السلاح في الولايات المتحدة خلال 30 عاما ورغم أن القانون لم يرق إلى تطلعات بايدن أكد أنه سينقذ الأرواح لكن يبدو أن القانون ليفعل ذلك أقله حتى الآن ما يطرح تساؤلات حول عدم نص القانون الذي أقره الكونغرس بدعم أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على سياسة أكثر تشددا إذا أتفلت السلاح ودور مافيا السلاح في ذلك وإذا ضبط السلاح الفردي فمن يضبطه في أيدي عناصر الشرطة الأمريكية الجهاز المكلف ببسط الأمن يقتل على يده المئات سنويا بعض الحالات يفوح منها رائحة العنصرية فكيف تشفى البلاد من وباء التفلت المزدوج هذا مرسل الميادين في نيويورك محمد كريم إذا نتحدث عن ما يقارب السبعين عملية في قرابة شهرين تقريبا في الولايات المتحدة الأمريكية هل هناك من دوافع خفية حول استشراء ظاهرة تفشي امتلاك السلاح بهذه الطريقة في عموم الولايات المتحدة أو ظاهرة اطلاق النار حتى نعم بداية المجتمع الأمريكي بشكل عام يتطور وفقه أو استنادا إلى العنف وأولوية استخدام السلاح من قبل الأجهزة الأمنية وبهذا الصدد هناك ميزانيات هائلة تخصص صنويا للقوات الأمنية الأمريكية بمختلف تصنيفاتها لتوسيع طواقم هذه العناصر وكذلك تزويدها بأسلحة ضاهي حتى الأسلحة العسكرية واصلت إلى هذا الحد وفي ظل السلوك العنصري في كثير من الأحيان الذي تنتهجه هذه القوات فرضت هذه المسألة على الطرف الآخر أن ينتهج أسلوبا موازيا على شكل الجريمة المنظمة هذا أولا الأمر الآخر هو غياب للبرامج الحقيقية البرامج الرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية لا سيما للشرائح المهمة شداخل الولايات المتحدة من المهاجرين والأقليات وهذا الأمر فرض على هذه الفئات في ظل الاتفاع وغلاء المعيشة أن تقوم بخطوات لربما تصل إلى حد العنف وهذا الغياب كان ربما أبرز مثال له ما حصل مؤخرا في ولاية أوهايو من تحطم القطار الذي كان يحمل مواد كيميائية خطرة وسامة لم تتحرك الحكومة الفدرالية إلا بعد 15 يوما على هذه الكارثة التي تهدد حياة الآلاف وليس فقط على المستوى البشر بل حتى على مستوى البيئة داخل هذه الولاية رغم مناشدات حاكمها منذ فترة هذا فيما يخص الداخل الأمريكي لكن ديما نصيف بما يرتبط بالسياسة الخارجية كيف يمكن أن يفهم هذا التحشيد الأمريكي بما يخص المنطقة في خطوط النار الأولى في المنطقة نتحدث مثلا عن الظاهرة التي نولناها في الملف الأول حول محاولة إعادة داعش من جديد ليمتلك كل جزء من زمام الأمور وأيضا العقوبات الأمريكية التي لا تزال مستمرة على دمشق بالرغم من توقيفها لمدة 180 يو في بعض من جوانبها طبعا طبعا كل هذه الأمور تصب ربما في هدف أمريكي واحد على الأرض السورية وهو بأن أمريكا لا تزال تناور ولا تزال تسعى وتصر على أن يكون هناك حضور لها في المشهد السوري وأن هذا المشهد يبدو بأنه يمتلك تراجعا أو حضورا أكثر أمريكيا إلا أنها تعيد التذكير بأنها لا تزال موجودة كقوة احتلال وتعيد تعزيز قواتها حتى التي سحبتها عندما كان هناك تهديد بعملية عسكرية تركية وخاصة من القواعد العسكرية التي تتواجد بالقرب من الحدود التركية أعادت إليها تعزيزاتها العسكرية وكذلك القوات التي تقوم بها إلى جانب طبعا بأن كما تحدثنا كيف نقلت الكثير من عناصر التنظيم إلى مناطق في محيط قاعدة التنف وطبعا لا أحد يعرف بالضبط ماذا فعلت بهذه العناصر التي كانت تلقي القبض عليهم أو كانت تنقلهم عبر المروحيات أو حتى الطائرات الأمريكية أو حتى عندما تنفذ عمليات إنزال سواء تقتل البعض منهم أو تقوم بنقل البعض الآخر وأيضا الاعتبار المهم أيضا فتون والذي يجب أن يتم الحديث عنه بأن واشنطن لم تسارع حتى لتقديم المساعدة حتى لمن هم تدعي بأنهم حلفائها خلال الزلزال الذي أصاب سوريا يعني حتى القواعد العسكرية الأمريكية لم تستخدم الطائرات ولم يستخدم هذا المسار الجوي لنقل المساعدات التي لطالما تصر المعارضة السورية على اتهام دماشق بأنها هي من تسيس هذه المساعدات وتتهم الأمم المتحدة بأنها لا تستطيع أن تخرج خارج القرار بجلس الأمن فيما يتعلق بإيصال المساعدات حتى واشنطن في هذا الأمر لم تحضر كما تدعي إنسانيا رغم أنها علقت يعني 180 يوم للعقوبات قانون قيصر إلا أن ذلك يبقى حبرا على ورق حتى اللحظة لأن الكثير من الأمور تحتاج لكي تستطيع دماشق أن تستفيد من هذه المدة ومن هذا التعليق أيضا محمد كريم ربطا بمدخلتك الأولى في هذا الملف لماذا تفشل الحكومات الأمريكية المتعاقبة المتوالية على معالجة هذه الظاهرة ظاهرة استشراء امتلاك السلاح وبالتالي ظاهرة استشراء إطلاق النار بشكل عشوائي وفردي نعم مع تجدد الحروب الأمريكية المستمرة إلى ربما احتاجت الولايات المتحدة إلى تجنيد العنصر البشري داخل الولايات المتحدة من الأمريكيين وهم بالآلاف كما هو معروف وبالتالي عودت هؤلاء واحد من كل خمسة من الذين عادوا من تلك الحروب هم الآن بلا مأوى وهم بحكم المشردين وهذه تصور النسبة العالية لهؤلاء الموجودين داخل الولايات المتحدة وبالتالي هؤلاء هم من الفئات المدربة على السلاح يعانون من وضعا صحيا صعبا ووضعا اقتصاديا صعبا بلا مأوى وبالتالي هم يقدمون على استخدام السلاح في ظل غياب البرامج الحكومية الحقيقية لرعايتهم لماذا تغيب هذه البرامج هنا السؤال ربما أيضا هو الأبرز وجود لوبي السلاح المؤثر على القرار السياسي الأمريكي استفادت الحزبين الحاكمين الأساسيين في الولايات المتحدة الجمهوري والديمقراطي من الدعم المادي الذي يقدم لهم من قبل شركات تصنيع الأسلحة وإنتاج هذه الأسلحة بالإضافة إلى شركات الأدوية هي الأخرى المستفيدة أيضا من هذه المسألة وبالتالي هذا الذي يعيق حتى الآن أي تقدم بخصوص هذا الملف محمد كريم ديمان ناصيف وقطيب الصالح تبقونا معنا والآن إلى فقرة وثيقة اليوم في وثيقة اليوم نقلت صحيفة جلوبل تايمز الصينية عن مركز أبحاث السكان تقريرا يستضمن مخططا لمواجهة الانخفاض الحاد في المواليد الذي سجلته الصين العام الماضي ويأمل المركز أن تنجح الصين في زيادة عدد المواليد الجدد إلى أكثر من عشرة ملايين بحلول عام 2030 في حال وضع حوافز كافية وإذا اتبعت الدولة سياسات فعالة مختلفة لتشجيع الإنجاب فمن الممكن رفع الخصوبة إلى معدلا قريبا من متوسط مثيلاته في البلدان المتقدمة أفقا للتقرير فإنه سيكون هناك نحو عشرة ملايين وستمائة ألف مولودا جديد عام 2030 ومن المرجح أن يصل إجمالي العدد إلى نحو مليار ومائتين وتسعين مليونا عام 2050 واستعرض هذا التقرير اقتراحات لرفع معدل المواليد كتقديم إعانات نقدية وحوافز ضريبية ودعم شراء منازل وبناء دور حضانة وزيادة عدد أيام إجازة الأمومة الآن مشاهدين سأنتقل إلى ملفنا الثالث عن مشروع المكعب الجديد الذي أطلقه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وهو يثير حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي فالتصميم المعماري للمخطط الذي وضع في إطار منطقة داونتاون الرياض يحاكي بيت الله الحرام محاكاة كبيرة في الإسم وفي الشكل جولة على أبرز ردود الفعل على هذا المخطط مع علي الأحمر أيقونة جديدة المكعب الوجهة التفاعلية الأولى من نوعها على مستوى العالم بوابة لعالم جديد هذه هي البوابة الجديدة لمدينة الرياض بوابتك لعالم آخر هذا الفيديو كان الإعلان الترويجي لمشروع المربع الجديد الذي أطلقه ولي العهد السعودي ورئيس مجلس إدارة الشركة المطورة للمشروع محمد بن سلمان بهدف تطوير أكبر داونتاون حديث عالميا في مدينة الرياض المشروع المرجح الانتهاء منه عام 2030 يضم مسارح ومباني سكنية ومقاهن ومساحات تجارية ومرافق ترفيه وغيرها أما الواجهة الخارجية للمكعب فهي مستوحات من الطابع النجدي الحديث وسيقدم داخل المكعب عروض عبر تقنية جديدة رقمية وافتراضية ما أن أعلن المشروع حتى بدأت حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تهاجم الحكومة السعودية وولي العهد محمد بن سلمان متسائلين هل قرر بناء كعبة أخرى في العاصمة تشبه الكعبة المشرفة التي يحج إليها المسلمون في مكة المكرمة شكل المكعب مشاهدين الذي شبهه كثيرون بالكعبة هو ما أشعل الانتقادات فعليا إذ استنكر المغردون أن يكون تصميم المشروع على هيئة المكعب تحديدا من دون غيره من التصميمات هذا المغرد يقول ما هو المستهدف من إقامة مشروع المكعب في الرياض بشكل يحاكي ويجسد بشكل واضح صورة الكعبة المشرفة هل أصبحت خيالات المهندسين والمصممين عاجزة عن أي تصاميم فكانت قبلة المسلمين ملهمتهم في مشروع المربع الجديد الكاتب تركي شالهوب قارن بين المبنى الذي أقامه أبره الحبشي قبل قرون ومكعب بن سلمان على حد تعبيره فيما وصف مغرد آخر المكعب الجديد بكعبة بن سلمان وكعبة الترفيه مقارنا بين شعائر الحج والخدمات التي يقدمها المشروع في المقابل وصف مغردون مؤيدون للمشروع الانتقادات الموجهة إليه بأنها لا أساس لها من الصحة وبأنها تهدف إلى تشويه التطوير الذي تشهده السعودية في الوقت الحالي وأشاروا إلى أن فكرة المبنى المكعب ليست مقتصرة على دين معين قطيبة الصالح لماذا كل هذا الجدل حول مشروع هذا المكعب وما حقيقة الآن؟ نعم فتون تحية مجددا كل هذا الجدل في الحقيقة هو مرتبط بسياق أوسع وأطول من مجموعة من الممارسات التي يتضح منها استهداف الهوية الإسلامية إلى حد كبير في الثقافة السعودية أو المجتمع السعودي إذا ما عدنا إلى المثال الذي بين أيدينا نتحدث كما تحدث الزميل علي الأحمر عن شكل نتحدث عن اسم ونتساءل في الحقيقة وهذا ما تساءل عنه التفاعل مع الموضوع إن كانت قد نضبت الأشكال أو إن كان ابن سلمان غير قادر على الدفع أو الأنفاق والتعاقد مع مهندسين معماريين أو مصممين ليجدوا شكلا بديلا بمعنى أن التشابه كبير وبالتالي هو مقصود بطبيعة الحال الإسم أيضا اللغة العربية لم تنضبه كذلك اللغات الأخرى وبالتالي اختار اختيار اسم المكعب بهذه الطريقة كان أيضا فيه إلى حد كبير تقصد هذا العاملان يجملهما المتفاعلون بالقول بأن الأمر فيه استخفاف كبير وهو استخفاف واستفزاز مقصود العامل الثالث الذي أريد حديث عنه هنا يتعلق بالمضمون في الحقيقة لا يتسع الوقت لتفكيك الفيديو الترويجي الذي بث عن هذا المكعب والداونتاون الرياضي الجديد ولكن من يتمعن فيه حقيقة يجد أن هناك محاولة للقول بمركزية هذا الداونتاون بما يشبه مركزية مكة في الثقافة الإسلامية بمركزية هذه الأيقونة التي يتحدثون عنها المكعب بالنسبة للداونتاون وهي تشبه مركزية ورمزية الكعبة بالنسبة لمكة والثقافة الإسلامية بطبيعة الحال سريعا التغريدة التي ذكرها الزميل علي الأحمر تحدث عن قبلة الإسلام وقبلة الترفيه في الحقيقة هو تعبير حقيقي عن حالة الصراع التي يشهدها المجتمع السعودي حالة انفصام الشخصية إلى حد ما التي تسببت بها ممارسات ابن سلمان حالة محاولة محو الطبيعة والثقافة الإسلامية من هذا المجتمع وإعادة صيادة الهوية السعودية من جديد طيب محمد كريم هذا في جزء منه يقودنا إلى الحديث أكثر عن الموقف الأمريكي من ولي العهد محمد بن سلمان هل من أي تغيير طراءة على هذا الموقف؟ فتون في عفص الاستراتيجية الأمريكية السعودية ماذا تمثل؟ السعودية تمثل بلدا يدر مليارات الدولارات من عائدات النفط تستفيد منها الشركات الأمريكية والخزينة الأمريكية السعودية هذا الأمر الأول الأمر الآخر السعودية عنصر مهم في تنفيذ الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة والدول الأخرى من حيث تغيير الأنظمة والتدخل بشؤونها تحصل بعض التباينات بين الحين والآخر في توجه الطرفين لكنه يبقى ضمن الحد السقف القبول الأمريكي في بوصلة هذا التوجه كما حصل في استضافة الرياض لقمة الرئيس الصيني مع الدول العربية وبالتالي موقع بن سلمان بالنسبة للولايات المتحدة هو يبقى محكوما ضمن هذه المعادلة وإلا هناك بداء الأخرى يبقى تواتر الخطوات السعودية بهذه الطريقة وبهذه السرعة وأيضا تواتر ردود الأفعال عليها ما بين انتقاد وتأييد إلينا يمكن أن يصل بطبيعة الحال يشتد حقيقة هذا التوتر إلى حد كبير يأخذ أبعادا جديدة ولكنها تحت السيطرة السعودية الرسمية إلى حد ما وهي حتى لا تظهر كثيرا إذا ما عدنا لمعارضة التقرير حول التفاعل مع هذا الموضوع نجد أن المعارضين أو المنتقدين إلى حد كبير هم سعوديون يقيمون خارج السعودية بحكم عدم إمكانية المعارضة من داخل السعودية والمؤيدون هم أم إما كما يدعى ذباب إلكتروني ومشهور السعودية بها أو هم إلى حد كبير من يدافعون فعليا ويؤيدون إجراءات وممارسات بن سلمان إلى حد كبير بالتالي لا يوجد هناك من يمكن أن يسبر أو يختبر رد الفعل الحقيقي هناك على ما يبدو أغلبية صامتة منتظرة أو غير مدركة أو غير مستوعدة لما يحدث لما يجري تغييره حقيقة في السعودية لا يوجد فضاء سياسي للتعبير في هذا الإطار وبالتالي لا يمكن أن يتم القياس في هذا الشيء تحدثنا مطولا في التحليلية هنا قبل فترات نتحدث عن ارتفاع القمع داخل الداخل السعودي من قبل السلطة بالتوازي مع ارتفاع شكل التغييرات إلى حد كبير نعود للتأكيد على أن ما يحدث إلى حد ما هو محاولة خلق هوية سعودية جديدة إلى حد كبير هي ليست هوية نجدية ليست هوية حجازية ليست هوية قطيفية هي هوية تحديدا سلمانية مرتبطة بشخ وشخص ولي العهد السعودي ومتوحورة حوله أيضا شكرا جزيلا لكم جميعا قطيب الصالح محمد كريم وديما ناصيف فسل نحلل بعده قضية اليوم اشتركوا في القناة في غمرة المعارك العسكرية والتموضعات السياسية ثمت مفاهيم تتغير أيضا لغات وتقاليد ترفع صوتها اليوم في وجه القمع الاستعماري بحسب تصريح لوزير الخارجي الهندي الذي أكد أن لا مجال للمساواة بعد الآن بين الحداثة والتغريب فعلى ما يبني المسؤول الهندي هذه الخلاصة أي دور للتحولات الدولية في هذا الإطار وكيف دأب مفهوم الحدث والتغريب أحدهما بالآخر لطالما روج الغرب بثقافته الاستعمارية التي أنتجت الولايات المتحدة الأمريكية أن الطريقة إلى التطور والتقدم يفرض الاندماج بالنمط الغربي للإنتاج والتفكير والتواصل بمعنى آخر استبدال الهوية الوطنية بتلك التي صاغها الغرب ووضعها شرطا لما سماه الحداثة هذه أيديولوجية مثلت الخلفية المقنعة للهيمنة على المجتمعات منذ الحملات الأوروبية الاستعمارية الأولى وصولا إلى حرب العولمة التي خاضتها الولايات المتحدة لفتح الحدود أمام بضائعها وعملتها ولغتها وتقاليدها من دون استثناء أوروبا بالذات من أهدافها تغريب وحداثة مثل رأس حربة في غزو الحضارات الأخرى بالسلاح واللغة والبضائع بيّنت تحولات القرن الحادي والعشرين من أفريقيا إلى الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينيكا وما شهدتهم النهضة ونمو للنضالات الاستقلالية والتحرر الاقتصادي والعودة إلى الأصول والهوية بيّنت بداية فشل مشروع تلازم التغريب والحداثة خلاصة كلام وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار بأن المساواة بين التغريب والحداثة قد انتهت على مكان هي واحدة من الحقائق التي تفرض نفسها على المسرح العالمي ولسيما بعد فشل نموذج الغربي الأمريكي في تقديم الحلول بل وإسهامه في مآس وأزمات وكوارث إنسانية ليست أخيرها حرب أوكرانيا ومحاولة تدمير روسيا كأمة وثقافة وتاريخ إشارة المسؤول الهندي إلى أن اللغات والتقاليد التي قمعت خلال الحقبة الاستعمارية ترفع صوتها مرة أخرى على المسرح العالمي تعكس توجها متصاعدا لمسيرة نضالية صعبة وشائكة تسهم فيها غالبية الأمم للتخلص من الهيمنة الثقافية وفي مقدمها التحرر من طغيان اللغة الإنجليسية تحديدا طغيان لم تج منه أوروبا أيضا عبر سياسة لأمريكة مجتمعاتها أبدأ معك محلل الميادين للشؤون الأقليمية وثقافية سليم بوزيدي في الإطار المعرف والمفاهيم ما هي العلاقة ما بين الحداثة والتغريب أقل من الناحية المتعلقة بالنظريات الاجتماعية الأساسية تحياتي فتون ولي الزملاء الأعزاء ولمشاهدي الميادين بداية يجب أن نثبت قضية معرفية وأكاديمية أن في جانب الأعمل في المجتمع الأكاديمي وعلى مدار عقود طويلة على الأقل نتكلم منذ عشرينيات القرن الماضي دأب منظروه النظرية السوسيولوجية وكذلك في المباحث الفلسفية على أن النظرية البنائية الوظيفية كانت الإطار المعرفي الأول لما يسمى لاحقا النموذج الديمقراطي والليبرالي الغربي وحتى عندما تمت تطوير هذه النظرية ضمن مدارس نقدية كان ضمن المجتمع البحثي المعرفي الغربي كل الأطروحات التي قدمت على مدار هذه العقود كانت دائما تنطلق من أن النظرة الليبرالية للسوق وكذلك الحرية البروتسانتية بمفهومها الديني الثقافي هما الرافعان للطرح المعرفي الثقافي الذي ربط وهو حاكى بشكل ميكانيكي بينما نظرية الحداثة ونظرية التغريب وبالتالي الطرح الاجتماعي والثقافي والقيمي والمعياري للحداثة مرتبط رأسا وبشكل مباشر بالثقافة الغربية هذه الأطروحات الآن هي أمام مراجعات مفصلية ويمكننا أن نحصي ثلاث أوجه لهذه المراجعات وهما يسقط ويراجع ويمكن البناء على تصريح وزير الخارجي الهندي على الأقل نتكلم على ثلاث أوجه الوجه الأول وهو وجه جيوسياسي في باخموت وفي طايوان قد نكون أمام تحرك الحدود لقوى الكبرى ما بعد معركة أوكرانيا ثانيا على المستوى الاقتصادي التجربة الصينية والبريكس بشكل عام في مقابل مجموعة السبع هو نموذج اقتصادي مبتكر يختلف بنيويا ويختلف مباشرة عن نموذج الليبرالي الذي بنى طفرته الاقتصادية على مكونات الدول المستعمرة أخيرا فقط فتول الثقافة الروحية الشرقية الحظرية هي الآن تتبدى بأطروحة ديمقراطية مختلفة مباشرة عن الديمقراطية الاستعمارية الغربية محل الميادين الشؤون أمريكا والأمم المتحدة نزار عبود هل بدأت بحلال الهيمنة الأمريكية يتبدى من خلال سقوط الثقافة الرئيس المالية وتبيان ذلك عبر طرق معينة بتتظهر للعلن على أكثر المستوى؟ تحية للجميع لا شك طبعا أن الحضارة الغربية ممثلة بالأمريكا بشكل أساسي العالم منذ قرن تقريبا شهد عصر الولايات المتحدة هذا العصر المهيمن أخذ أشكال عديدة تحول الشعوب إلى مجرد مخلوقات استهلاكية أساسية تستهلك كل شيء من السينما الأمريكية إلى السلعة الأمريكية إلى الثقافة الأمريكية الأنجلوسكسونية بشكل عام هذا الوضع تغير كثيرا مع هبوط مكانة الولايات المتحدة الاقتصادية وتفسق المجتمعات الغربية بشكل كبير داخليا مع انهيار الأسرة بشكل أساسي وتحول ذلك أخذ أشكالا مثل العنف الذي تشهده هذه المجتمعات حتى في الدول الأوروبية كان هناك نمط من التعامل الأخلاقي بين المجتمع والدولة الشرطة في بريطانيا مثلا لم تكن تحمل سلاحا بتاتا كانت تحمل هراوات وتكتفي بالتفاهم مع المشاغبين أو المتمردين فإذا الأمور تتأمرك أكثر ويصبح السلاح متاحا أكثر في الشوارع هذا مؤشر على مدى انهيار هذه الحضارة الوات المتحدة تعاني من نهوض الدول الأخرى اقتصاديا وهي تشعر بالتحدي لذلك نحن على بواب نعم انهيار كبير في المجتمعات الغربية وثقافتها والتغريب هو في وضع مهل وفي مقابل هذا الكلام محل الميادين لشؤون الفلسطينية والأقليم ناصر اللحام هل استعادت القوميات هيبتها لغاتها خصوصيتها هويتها كيف يمكن ذلك في ظل هذه الهيمنة الأمريكية التي تحاول أن تبقى ممسكة لزمام الأمور وتعزز أيضا أنظمة الأبرتايد وآخرها في فلسطين المحتلة الإسرائيلية نحية فتون هو الزملاء الجواب قطعا نعم هناك استعادة لهيبة القوميات وافتخارها بنفسها وزوها بعد فترة انحصار كبيرة جدا والأقصد القوميات بمعنىها السيئة وأن القوميات بمعنىها الإيجابي وبمعنى أنه بالمقارنة مع المجتمعات الاستهلاكية صحيح أن الرسمالية قد تكون مدت في عمر الإنسان لكنها جعلته إنسان حزين إنسان بلا هدف إنسان قد حصل على طول العمر لكنه حصل على طول عذاب سيكولوجي أيضا الشرق بروحانياته والشرق بتوازناته ما بين المادي وما بين الروحاني شيء ما بات مطلوبا حتى عند المجتمعات الغربية لاحظ المغرب كل من يتقاعد في ألمانيا وفي أوروبا أمنية أن يذهب للإنفكيشن بعد التقاعد إلى المغرب لاحظ الهند وكل المناطق الشرقية نحن أمام قصادم حضارات لكن هذا ليس بين شرق وغرب بين الإنسان الكئيب الإنسان الذي يتم استغلاله وبين الإنسان العامل بمحضيراته ضمن جماعات وضمن قوميات ويفتخر فيها وشتان ما بين المقارنة أما موضوع نقطة أخيرة موضوع الأبارتهايد وموضوع إسرائيل أعتقد أنه أي مرض يصيب المجتمع الأمريكي نتحدث عنه في إجابات أخرى لزاما يصيب الجمهور الإسرائيلي فورا طيب نعود لك من سليم في نقطة على الرشد عليها في مدخلتك الأولى أعتقد أنه من المفيدة التركيز زمن عليها وهي تهدن طوي تحت التحديات والتداعيات للصراع الروسي الأطلسي وما أفرزته الأزمة الأوكرانية عاد الحديث من جديد في المنحة البحثي والأكاديمي على مركزية الحضارة الأوروبية هنا السؤال كيف يمكن النظر إلى هذه الأطروحات الموجودة حاليا صحيح فوتونيا واحد من النقاشات في الحقيقة التي كانت لافتة ويمكن اعتبارها مستفزة وكحد وسائل الدفاع والصراع في مواجهة روسيا أعيد استدعاء تراث طويل عريض من نظرية المركزية الحضارية الغربية في مواجهة الدبابة والقوة العسكرية الروسية وهذا الاستدعاء كان خارج سياق المعرفي وعلى يمين تماما الأطروحات التي النقدية في التراث الفكري الغربي وهنا يمكن القول على أن في المرحلة الحالية أحد النقاشات الأساسية وهي ليست نقاشات نخبوية أو أكاديمية هي نقاشات سياسية وجيوسياسية يتم طرح وبقوة أن المراجعات التي يطرحها الغرب لنظامه الديمقراطي تحت عنوان إنقاذ ما يمكن إنقاذ من حال تراه المؤسسة السياسية في الحقيقة مجرد ذر للرماد في العيون وأن مرحلة الديمقراطية الغربية بشكلها الحرية الليبرالية قد انتهت ويمكن تطوير مشاريع سياسية لديمقراطيات تختلف تماما فالتجربة اليابانية والتجربة الصينية والتجربة الإنذية والتجربة البرازيلية وأتمنى أن نتحدث عن تجربة عربية من ناحية الثقافية والأكاديمية في الأقام القادمة تقدم رؤية للديمقراطية والحياة السياسية تختلف نقيذا على تجربة الغربية الاستعمارية نعم، وهنا في هذا المنحة لودنا الحديث على دور الأمم المتحدة في هذا الإطار معك نزار عبود كيف عملت على تكريز الهيمنة الأخلاقية والثقافية الاستعمارية على مرعقود؟ من المسائل الجدلية الكبيرة التي تثار في الأمم المتحدة وبين الشعوب الآسيوية والأوراسية والأفريقية وغيرها هي مسائل المثلية المثلية تروش كثيرا مسائل تمكين المرأة بدلا من تمكين الأسرة أو دعم الأسرة ليس هناك كلمة أسرة في الأمم المتحدة هناك فقط الفتاة، المرأة، الرجل، الفرد، الفتى، الكهل إلى آخره ليس هناك من شيء اسمه أسرة وهذا يأتي في صلب المفهوم الغربي الذي قام منذ الثورة الصناعية على تجزئة الأسرة لتاحة كل فرد من أفراد الأسرة ليكون عبدا في المصانع، ليكون عاملا رخيصا لزيارة العمال في مصانع النسيج وغيرها وبالتالي حاليا طبعا هناك حاجة لأن يكون كل فرد منفصل عن الثاني عن الآخر لكي يكون أيضا متاحا ليد عاملة الأمم المتحدة كانت طبعا منصاعة بشكل كامل لذلك الدول الفقيرة كانت أيضا منصاعة لأنها تحتاج إلى دعم الدول الغنية ولأن ثروتها منهوبة وأن عائداتها أصلا مختزنة في البنوك الغربية طيب نصر لحام في جزء مهم من هذه المعارك الهوية معركة القدس ضد التهويد هل التهويد أيضا وليد التغريب بأي معنى إن كان كذلك؟ كل ما يذكر وكل ما سوف يذكر تم تجرب علينا باسم حقوق الإنسان وتمكين المرأة والجندرة وغير كل المفاهيم التي كيف تفصل مهنيتك عن وطنيتك ذات يوم السفراء طلبوا منا السفراء الغربيين الأمريكان أن نعزز لدينا كصحفيين أنه ممنوع تخلط بين وطنيتك وصحفيتك خليك مهني شو بتك في الوطنية ومن ثم ما تفضل به نظام ما تفضل به سليم كل شيء تم تجربه إضافة إلى أطلاق النار والقتل وهدم المنازل جاء علينا بالمفاهيم أنا أقول منذ فيروس كورونا لقد أثبت التاريخ أن السلطة الفلسطينية ضعيفة وأن إسرائيل كان نظام أبرتهايد قوي لكن المجتمع الفلسطيني قوي والمجتمع الإسرائيلي والمجتمع الغربي ضعيف وهذا ما اتفقنا عليه أنا والزملاء ستجد بأن الأسرة هي مفتاح الترابط الأساسي والعائلة والعشيرة وطبعا كل هذا حاربته المشاريع التي جاءت من الغرب صمود القدس اليوم في وجه التهريب والتهويد هو صمود الأسرة والعائلة والقرية الفلسطينية طيب لو سمحتم بدقيقة للجميع في الإجابة الأخيرة وأبدأ معك مباشرة سليم بوزيدي في إطار كل هذه التيارات الفكرية المتناقدة يوجد تيار يدعو إلى مراجعة المفاهيم والانفتاح على الآخر هل في هذا الإطار يمكن أن نشهد عزلة وانعزال للحضارة الغربية؟ سأنتقل إلى نزار عبود ونتحدث عن صراع الحضارات معك أيضا في ذات الإطار لكن في ناحية مختلفة صراع الحضارات هل بات حتميا في مرحلة تتفسخ فيه كل البلدان بطريقة أو بأخرى أو كل المجتمعات التي ولدتها النزاعات الأخيرة؟ الدول الغربية لنت تنازل عن مكانتها الولايات المتحدة بشكل أساسي لنت تنازل عن هيمنتها بطريقة سلمية وبطريقة ديمقراطية هناك صراع لدول ناشئة الهند باتت اليوم إنتاج الهند بات يقاس بأكثر من عشر تريليونات دولار هذا أكبر من أي دولة أوروبية هناك أيضا نهضة صناعية كبيرة في ماليزيا في اندونيسيا في الصين في كوريا الشمالية في دول عديدة وبالتالي هذا تحدي كبير لمكانت الولايات المتحدة وقال لها بعيدا بشكل أساسي نحن نتنافس مع الصين وأما بالنسبة لروسيا فروسيا تمثل له هدفا لاستعالة مكانته وثرواتها بالتالي الصراع حتمي كما يبدو وهو يأخذ أشكالا طبعا كثيرة منذ حرب أوكرانيا وينتشر في منطقة الشرق الأوسط بشكل نشاهده على الصحة السورية والصحة العراقية والصحة الليبية واليمنية وغيرها طيب أعود إليك سليم في إطار مراجعة مفاهيم العولة والانفتاح على الآخر هل يمكن أن نشهد عزلة للمفاهيم الغربية التي تحاول أن تروج نفسها على أنها الحضارة الحاضرة والمستقبلية؟ على الأقل يطرح هذا الموضوع وهذه الفكرة الآن في مدخله الاقتصادي في بعض المنظرين والخبر الاقتصاديين في الغرب يقول أن فكرة سلاسر التوريد التي ابتدعت وأن في الصين وفي الهند وفي مراتق التي تكون فيها تكلفة الإنتاج منخفضة والعمال أيضا منخفضة أصبحت الآن في الحقيقة فكرة بحاجة إلى مراجعة وأن الاستفادة من ثقافة العالمة على أن الأسواق تكون مفتوحة بما بينها وأن المنتج الليبرالي وكذلك الأسواق الغربية هي الأقوى بالتالي تسيطر على الأسواق العالمية هذا الكلام أصبح بحاجة إلى مراجعة وبالتالي العولمة بصيغتها الليبرالية التي طرحوها أباء المؤسسين لفكرة الليبرالية أصبحت لا تخدم الغرب اقتصاديا وهم الآن يقولون يجب أن نعود وننعزل ونغلق الجدران أمام هذه القوى الجديدة سواء كانت الصين أو البرازين أو الهند وبالتالي العولمة الغربية فشلت في تحقيق ما أريبهم والآن يراجعون أن يطرحوا عولمة أو على الأقل إنعزل غربي حضاري ويغلقون الجدران وفي النقطة المتصلة هو موضوع الحضارات ناصر الجميع يعلم بأن العالم يقاد من الشركات كيف تنتصر الحضارات الحقيقية على الشركات في عالم بتيخلط ما بين الافتراضي والتاريخي أعتقد هناك موضوع فلسفي ليس ماتي هناك مفهوم الأخذ وهو المفهوم الرسمالي القائم في الشركات وهناك مفهوم العطاء في المجتمعات في الأسرة ولعل الماديين عرفوا الأسرة صح هي وحدة اقتصادية اجتماعية سايكولوجية عملية اعتماد الفرد فقط أنه أداة إنتاج هو شراء عمل مقابل شغف العيش وبعض النقود لم ينجح صفقة القرن ورد فيها تفاصيل كيفية تحويل المجتمعات العربية إلى مجتمعات عاملة في الشركات وأعتقد أنه إفشالها من جانب الفلسطينيين هو نموذج لكيفية تصرف المجتمعات الأقوى من المجتمع الفلسطيني مثل الجزاري مثل السوري مثل العراقي وغيرها نصر الحامل زر عبود وسليم بوزيدي شكرا جزيلا لكم التحليلية انتهت دمتم سالمين ترجمة نانسي قنقر